هو انا احذف قناتي على اليوتيوب من على التيك توك فده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو ده للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة كده هنتكلم على ازاي احذف قناتي من على التيك توك القناة موجودة عندي في البايو على التيك توك أو في موقع ويب على التيك توك فإزاي أن أنا أقدر أحذفها وده سؤال تسأل في قسم التعليقات إزاي أحذف قناتي من على التيك توك فسياريت قبل ما أبدأ شرح النهاردة تعمل لي لايك الفيديو ده لأول مرة تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة ولو عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لي في التعليقات واللابين أذهب مع بعضا على التيك توك وبعدين هنبدأ نضغط على الملف الشخصي وبالمناسبة دي صفحتنا على التيك توك ياريت تعمل لي لايك ومتابعة على الصفحة وزي ما أنت شايفين دي الصفحة ودي ياسمين عشور دي الصفحة الوحيدة اللي تابعي في الله بينا كده نروح مع بعض على تعديل الملف الشخصي بضغط على تعديل الملف الشخصي من هنا لو هي موجودة في السيرة الزاتية بضغط عليها بكل سهولة وببدأ أن أنا أعمل حسف من الكيبورد بتتحذف معي وبعدين برجع أعمل حفظ ده لو هي موجودة في السيرة الزاتية أما لو هي موجودة في موقع ويب فلو ببدأ أن أنا أنزل على موقع ويب وبدأ أن أنا أضغط عليها بكل سهولة وبعدين بضغط على علامة الـ X دي وبعدين بضغط على حفظ بضغط على علامة الـ X هنضغط كده على الـ X وبعدين بعمل حفظ لو ضغطنا عليها كده وهنا تم التعديل وجهنا نرجع حلا أن اللينك بتاعي القناة بتاعتي خلاص اتحذف معي وبس كده عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لي في التعلاقات انا برد على كل التعلاقات اشوفكم على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته